السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم هيتن اليوم إن شاء الله رحمة رحيم غد ينشارك معكم فطائر المقلات السريعة الفطور ديالسباح وحتى القطة ديالأشية كذلك ضغية ضغية كيوجدوا وبمكونات اقتصادية إن شاء الله هم توفرها في كل بيت هاد الفطائر هادو كيجوا خفافين كيجوا ورطبين كيجوا مسفنجين وإن شاء الله إن شاء الله تجربوهم وغد يعجبوكم نتمنى فعلا فيديو اليوم من الإعجاب ديالكم إذا عجبكم فوصلوا لأكبر عدد من اللايكات قسموا ما أحببكم معرفكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي ما نطبعوش عليكم كيف العادة نخليكم إن شاء الله مع الفيديو باش تكتشفوا معنا المكونات وكذلك باقي مراحل التحضير وعلى بركتي الله نبدأوا بالمكونات اللي غدي نحتاج لها حبة بيض كاملة يوم الأفضل تكون حجم كبير وبدرجة حرارة الغرفة سشم سكر منسم بالفانيلا ملعقة كبار ديالسكر حبيبات أربع ملاعق كبار ديالزيت النباتية ملعقة صغيرة ديالخميرة حبيبات اللي كتبقى لحسب الجو طبعا كأس ديال الحليب الدافئ أو ما يعاديل 160 ميلي كأس غير ممتلئ ديال الدقيق الأبيض أو ما يعاديل 100 جرام دائما نوعية جيدة كأس غير ممتلئ من السميد المتوسط أو ما يعاديل 120 جرام بالنسبة السميدة اللي كندير بها عادة الحرشاء والبسبوسة وعندي نصف ملعقة صغيرة كدلك ديال الملح فمباشرة غدي ناخد إناء وغدي نضع فيه نصف ملعقة صغيرة ديال الملح نضيف لها كدلك ساشي ديال السكر مناسب بالفانيلا والحبات البيض اللي كفيت لكم الأفضل تكون بدرجة حرارة الغرفة غدي نضيف كدلك هنا ملعقتين كبار ديال السكر حبيبات بالنسبة السكر حبيبات ما تضيفوش أكتر من ملعقتين وممكن تنقصو طبعا نضيف كذلك هنا على الخليط 4 ملاعف كبار ديال الزيت النباتية ونحاول نخلط الكل جيدا حتى نحاول ان نفكك هاد الحبة ديال البيض واحد شوية كذلك نضوب كذلك الحبيبات ديال السكر مباشرة غدي نضيف عليهم هنا كأس ديال الحليب الدافئ وغدي نضيف هنا ملعقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات وإلى كان الحال بارد فغدي نضيف ملعقة كبيرة غير ممتلئة ديال الخميرة لأن الحال يكون بارد باش يعني تبغي تخمر لكم لا يخمر لكم الخليط عفوا مباشرة غدي نضيف هنا الكأس ديال الدقيق الأبيض دائما نوعية جيدة من الأفضل بشك تتحكم في الكمية ديال النواشف نحاول نخلطه جيدا حتى ما كيفقوش لي التكتلات ديال الدقيق ومباشرة غدي نضيف كذلك الكأس ديال السميد سميدة اللي كيفكت لكم متوسطة ولا اللي كنديرو بها عادة البسبوسة مايو عادي المياه وعشرين جرام سوف نخلط الكل جيدا حتى كنسجموا جميع المكونات مع بعضياتهم وعد نرجع معكم إن شاء الله فمن بعد ما كنخلط جيدا انتم كيفكت شوفوا معايا القوام ديال الخليط كيبلكم هكا سائل ما تخافوش منه نهائيا هاد الخليط ره هكا خاصو يكون سائل لان فيه سميد ومن بعد رهت سميدة ديال كي يتشرب لنا الكيميات ديال السوائل اللي كينا كاملة سوف ناخد الإناء ديالي ونغطيه ونخليه في واحد المكان اللي هو دافئ حتى يختمر لنا ويضاعف الحجم دياله وإلا كان عندكم الحال بارد فغير تضفيه الفرن شوية ودخلوا هاد الخليط على هاد غياء يخمر معكم إن شاء الله هاد هو الشكل دياله من بعد ما اختمر وضاعف الحجم دياله أنا بغيتكم تشوفوا معايا غير القوام ديال العجين كيفاش كان في الأول سائل ودبا من بعد ما اختمر لاحظوا معايا القوام دياله كيفاش كي يقول لي كيتقال به هاد الشكل هادا مسألة عادية جدا لان فيه سميدة وسميدة كيف كتعرفو كتشرب بالنسبة له هاد الخليط هادا إلي جاكم تقالب الزب فغدي تزيدو ليه أربع كاس ديال ما بدرجة حرارة الغرفة أولى من الصنبور وتخلطوه مزيان مزيان وتبدو تطيبوه فأنا خديت هنا مقلات ودرتها على كانون اللي هو صغير ونار اللي هي مهيلة ضروري 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 النار تكون مهيلة من بعد ما سخنات دهنتها بشوية دية زيت ناباتية وممكن تدهنوها بالزبدة طبعا داك شي اللي عندكم كنفرغ هنا كمية من الخليط وبالنسبة للخليط حاولوا انكم ما تديروش كمية اللي هي كتيرة لان هاد الفطائر هادو كيتنفخو وهو ما كيتطيبوه في الميقلات فحاولوا تديرو غير كمية اللي هي قليلة ودزعوها هكا على الميقلات باش يعني منين يتنفخو ما يجوكمش غلط بزاك كنخلي الفطائر ديولي حتى كيبانو لنا هكا الجوانب تنفخو لهاد الفطائر هادو ما تخليهم او لما تنوشع لهم حتى ينشوف لهم الوجه ديالهم لانهم غد يتلقاهم تحرقوا بطبيعة الحال كتخليوا غير الجوانب هانتوما كيف كتشوفوا معايا غير كيتنفخوها كوحد شوية الجوانب وكيبانو لكم هكدروا شوية ديال فقاعة او لفقاعة اللي هما صغر مباشرة كناخدهم وكنقلبهم بهذا الشكل هادا بقتكم تشوفوا معايا هادو الفطائر كيفاش كيتنفخوه لاحظوا معايا كيفاش كيتنفخو في الميقلات هادا كشي اللي اجتليكم ما تدروش كمية اللي هي كتيرة لانا غدي جوكم غلاضين بزاك وما غديش يخرجوا لكم كدلك كمية اللي هي كتيرة ديال الفطائر نعاود نأكد الخليط ديالكم إلاجكم تقيل وما كيتوزعش لكم بسهولة في الميقلات خفوه بشوية ديال الماء بشكل عادي جدا لانا كينا السميدة ليك تشرب كتر من القياس فما فيها باس إلا بل لكم الخليط تقيل أنكم تخفوه بشوية ديال الماء سوف يكا نبقى نقلب فيها من كل تلجيهتين وما تغفلوش له هاد الفطائر هادو راه ضغيه ضغيه كيتحمرو هاد الشي علاش كيف كتلكم في الأول ما تضيفوش كمية ديال السكر اللي هي كتيرة وثاني حاجة طيبوهم على نار اللي هي مهيلة نعاود نأكد هاد الخطوة هاديرها ضروري نشير ليها وضروري نأكد عليها بزف بزف هي أنكم هاد الفطائر ديالكم هاد يطيبوهم على أصغر كانون عندكم وعلى نار اللي هي مهيلة لأنكم لا طيبتهم على نار اللي هي متوسطة فتأكدوا أن هاد الفطائر ديالكم غادي تحمرو وغادي يضغيه يوجدو معكم لكن من الداخل ما غدش يجوكم مس Rouge جي نهائيا وغادي بقوا لكم عجينة من الداخل هاد الفطائر هادو كيبغي ويطيبوه على نار اللي هي مهيلة غير كيبغي نشوف هكا لاحظوا معي الجوانب كيفاش كي نشوفو شوية وكيديرو شوية دي الفقاعات كنقلبوهم مباشرة لأنهم ضغيا كيتحمروا فغدي نستمرنا بهذا الشكل هادو نطيب الفطائر ديولي كاملين هكا في المقلات وما بين كله وحدة وحدة فانا كان دهن ضروري بالزيت او لا زبدة دكش لي توفر عندكم وهنا ضروري كدلك نشير لأن المقلات خاصة تكون عفون غير لاسقة مشي اي مقلات غدي تطيبو فيهم هاد الفطائر هادو نكملهم انا ان شاء الله وتشوفوهم معي ان شاء الله في التقديم وكدلك الشكل النهائي اشتركوا في القناة هاد فطائر اللي هي اقتصادية وسريعة تحضر كيفشتو معي وكيجو اكتر من رائعين كيجو خفافين بزاف كيجو رطب كيجو مسفجين غير هو نعود نأكد دائما لأنهم خاصوهم يطيبو على نار اللي هي مهيلة هادو الشرط الاساسي والضروري باش ينجحوا معكم ويجوكم زوينين ويجوكم يعني طيبين مزيان ومسفنجين من الداخل بالنسبة للتقديم فضروري هاد الفطائر هادو كيفشتو معايا مدرناش فيهم كمية دي السكر اللي هي كتيرة فكيتقدموها كمع شي حاجة اللي هي حلوة سواء مربا العسل او للشوكولات الخاصة بالدهن ذاك شي اللي توفر عندكم انا ذرت لهم هاكا شوية دي العسل الحرة ورشيت لهم شوية دي الكاوكو كونكاسي اللي ممكن تعودوه طبعا بالقرقاع او لجوز الهند او للوز ايفيلي ذاك شي اللي توفر عندكم طبعا كيبقى اختياره ولكتافيه غير هاكا بالعسل وشوية دي الزبداء لاشلا انتو ما بغتكم غير تشوفوا معايا الشكل ديالهم القوام ديالهم كذلك من الداخل كيفش كيجي كيجي ورطب كيجي وخفافين كيجي ومسفن جين ما يجيوكم شمع جنين غير هو نعاود نأكد للمرة الاخيرة انهم خاصهم يطيبوا على نار اللي هي مهيلة لانهم راه ضغية ضغية كيتحمروا ضغية غدي تخطفوا لكم الى يعني ما درتوش بعيد الاعتبار هاد المسألة هادي ضروري نفتح معاكم كيف العادة بغتكم غير تشوفوا القوام ديالهم من الداخل فعلا شي حاجة اللي يز وننتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم اللي عجبتكم وصفة اليوم كيف العادة ما تنسوش خليوا لنا لايك للتشجيع جاركوا الوصفة مع احبابكم وصحبكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي وإلا كنتم من الناس اللي اول مرة كيشاهدوا القناة وعجبكم المحتوى فدائما ندعوكم الاشتراك في القناة بالضغط على زل الاشتراك او لا ابوني او لا سبسكرايب موجود اسفل فيديو فعلوا جرس تنبيهات باش توصلوا بجديد الفيديوهات بعدها كانكم وصلت نها وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله مع السلامة